السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف العاشر اليوم إن شاء الله سوف نكمل دراستنا لمادة التربية الإسلامية فلنبدأ سويا إن شاء الله سوف أبدأ معكم من الدرس فقرة فقرة كي لا يستصعب عليكم الأمر تمام فركز معي اليوم عنوان درسنا يوم تبوك طبعا هي عاشر في السنة التاسعة للهجرة بعد فتح مكة يعني فتح مكة كان ثمانية للهجرة الآن في السنة التاسعة للهجرة وصلت أنباء للمسلمين عن حشود عظيمة للروم وحلفائهم في شمال الجزيرة العربية تريد قتال المسلمين والقضاء عليهم تمام يعني الروم قررت يا عاشر إنها تغزو المسلمين في التاسع للهجرة وصل هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم تمام في هذا الوقت يا شباب كان وضع المسلمين صعب جدا يعني فقر شديد بعدين حر شديد وبعد مسافة يعني لما بدهم يوصلوا لتبوك لإقامة الغزو يعني بدهم مسافة طويلة يعني ما يقارب شهرين ذهابا وإيابا حتى يوصلوا لحدود تبوك حتى تقام الغزوة تمام لكن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يخرج إليهم في تبوك إذن بالبداية أحداث غزو التبوك كانت تسعة للهجرة أعيد أحداث غزو التبوك التاسع للهجرة الآن شو اللي صار اللي صار إنه وصلوا خبر للنبي صلى الله عليه وسلم إنه الروم تريد الغزو تمام الأوضاع اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أول شي حر شديد اتنين فقر شديد قحط ما في أكل كثير ثلاث صعوبة المسير إلى تبوك يعني في شهرين بدهم ذهابا وإيابا حتى يصلوا إلى تبوك رغم كل هاي المأساة اللي صارت إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم أصر على غزو الروم وحلفائهم تمام كان عدد المسلمين آنذاك ثلاثون ألف مقاتل أعيد جيش المسلمين ثلاثون ألف مقاتل أما الروم أما الروم أربعون ألف مقاتل تمام طيب إيش الصورة أو ما اسم الصورة اللي تحدثت عن غزو التبوك هي صورة التوبة بعيد يا عاشر الصورة الصورة التي تحدثت عن غزو التبوك هي صورة التوبة طيب بعد هذه المقدمة نأتي للجيش أول إيش بالمقدمة إحنا حكينا إنه كان وضع المسلمين قهط شديد ما محهم مصاري الوضع صعب فالآن الأكثرية قاموا بالتبرع بأموالهم لمساندة الجيش تمام تمام فتطوعوا لذلك الكثير من أبرز اللي الصحابة اللي تبرعوا بجزء كبير كان واحد أبو بكر اثنين عمر بن الخطاب ثلاث عثمان بن عفان طب يا مسأيات إيش قدم أبو بكر في غزو التبوك أبو بكر تبرع بماله كله تمام أعيد الملاحظة هون أبو بكر تبرع بماله كله أما عمر يا عاشر فقد تبرع بنصف ماله أما عثمان تبرع بألف دينار وثلاثمائة بعير تمام طيب أما النساء فشاركت النساء في تجهيز الجيش وقدمنا حليهن في سبيل ذلك وقدم فقراء المسلمين ما يستطيعون من المال تمام لدرج إن الضعفاء بكوا بكاء شديدا ليش لحبهم للجهاد لأنهم مش قادرين أنهم يجهزوا نفسهم حتى يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحرجا من القعود يعني الفقير المؤمن بالله تعالى ما معه مصاري حتى يذهب في غزو التبوك لأن الجيش بده عدة تمام بده مال بده سلاح فما معهم فبكوا بكاء شديدا لقعودهم عن الجهاد فلذلك نزلت آية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج تمام فالله تعالى عافاهم من الخروج لقلة حيلتهم ما دلالت الآية دلالتها إنه الله تعالى عفا عن القاعدين عن الجهاد بسبب الإنفاق أو بسبب المرض فليس عليهم حجة لأنه نحن نعرف أن حكم الجهاد في سبيل الله في ذلك الوقت فرض تمام الآن اللي قهدوا عن الجهاد هون ما لهم عتاب ولا حجة عند الله تعالى تمام طيب الآن هون بيحكي لك طبعا اللي صار يا عاشر استجاب المؤمنين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد فلم يتخلف منهم بغير عذر إلا ثلاث تمام إحنا نعرف أن المنافقين كانوا يخاف على أنفسهم فما كانوا يخرجوا للجهاد لكن فيه عندي ثلاث من المؤمنين تخلفوا عن الجهاد وهم ليسوا بمنافقين اللي هو كعب ابن مالك واحد حدد عندك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية كمان مرة ثلاثة يا عاشر تخلفوا عن غزو التبوك منهم من كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية تمام طيب أجل منافقين اللي تخلفوا عن الجهاد فكانت أعذارهم كاذبة فلانهم منافقين النبي صلى الله عليه وسلم لم يجادلهم طيب نزلت الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون تمام هذه الآية نزلت على مين على المنافقين اللي هم يتخلفوا عن الجهاد يوم تبوك طيب نأكد على معلومة أن يوم رحوا عتبوك كان عدد المسلمين كم كم ممتاز ثلاثين ألف مقاتل طيب الروم أربعين ألف مقاتل طيب الآن قلنا أن المسافة لتبوك هي مسافة طويلة جدا يعني تحتاج إلى شهرين شهر يروحوا وشهر يرجعوا من تبوك تمام فعان المسلمين آنذاك من الوصول إلى تبوك معاناة شديدة يعني كان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد وأصابهم عطش شديد الآن وصل الخبر للروم أنه رح يجيكم حجد كبير من المسلمين فبالتالي الله تعالى بث الرعب في قلوب الروم فانسحبوا ما كانت هناك غزوة لأن الله تعالى جعل الروم يخافون من المسلمين قالوا يا جماعة والله لن يجوا يكلون بالعربي تمام من اللي خوفوا من المسلمين الله تعالى وتخيلوا روم تخافوا من المسلمين الحمد لله الآن المسلمين عادوا إلى المدينة ولم يكن هناك قتال ليش من الذي نصرهم الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب نصرت بالرعب مسيرة شهر ركز معي يا عاشر الآن هم المسلمين عدوا الجيش تمام وصلوا إلى تبوك لما وصلوا إلى تبوك كان قد أتعبهم العطش الله تعالى رأى ذلك من المسلمين الآن وصل الخبر للروم أنه جاي حشود كبيرة لقتالكم فالله تعالى جعل في قلوب الروم الخوف والذعر فكان النصر بانسحاب الروم فلم يكن هناك قتال تمام فكان دليل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر ما دللتهم إنه انتصار المسلمين في غزو التبوك من دون قتال طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام أياما هناك عقد فيها معادات صلوح مع أمراء دومة الجندل وإلى العقبة حاليا وأذرح والجرباء من معان تمام فعمل معاهم صلوح طيب حصل في تبوك أحداث يام عاشر تتذكروا مسجد ضرار تتذكروا لما كنا نحكي تدول على الإعلام بالغيبي تمام تتذكروا سبب النزول صح ولا لا إعجاز غيبي تتذكروها لما راحوا المنافقين شو عملوا استغلوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وراحوا بنوا مسجد ضرار تمام لش بنوا حتى يفسد العلاقة بين المسلمين فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا المسجد هو فساد للمسلمين الله تعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم ذلك المسجد وإزالته هاي الأحداث اللي صارت من تبوك إن المنافقين استغلوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فقالوا شو بنعمل خلاص منروح بنعمل مسجد وسموه هذا مسجد ضرار لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه الله تعالى بأن هذا المسجد هو ليقع العداوة بين المسلمين فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإزالته تمام طيب الآن لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أجوا المنافقين كالعادة اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار كاذبة قبل اعتذارهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم لأنهم أصلا هم منافقين فسواء اعتذروا ولا ما اعتذروا هم لا يمد للإسلام بصلة والله تعالى غني عن المنافقين صح ولا لا الآن أجوا الثلاث صحابة اللي احنا حكينا عنهم قبل ذلك في البداية أجوا إنهم يحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تخلفهم عن الغزوة وكانوا صادقين فلم يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدموا أعذار كاذبة لذلك تمام منهم ما يلا نتذكر مع بعض كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية ركز معي كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية طيب فلصدقهم لصدق هؤلاء الثلاث نزلت فيهم آية يقول الله تعالى لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا منهم من الثلاثة عاشر بعيد كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية تمام حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ما سبب نزول هذه الآية؟ نزلت على أن الله تعالى تاب عن الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبو كلهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية إن عيد بشكل عام أول شيء متى حدثت الغزوة؟ التاسع للهجرة بين من ومن؟ بين الروم والمسلمين كم عدد المسلمين؟ كان عددهم ثلاثين ألف مقاتل وكم عدد الروم؟ أربعون ألف مقاتل هل كانت هناك غزوة؟ لا لأن الله تعالى بث الرعب في قلوب الروم خشية من المسلمين وخوفا من المسلمين فأدى إلى استسلامهم فكان هناك نصر للمسلمين أين كانت هذه الغزوة؟ كانت على أرض تبوك تمام؟ هل أدى ذلك إلى رفع هيبة المسلمين بين الروم؟ نعم يعني الروم تخاف من المسلمين آنذاك وهذا زاد هيبة المسلمين يا عاشر بتمنى منك اتحل الأسئلة وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته